بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد والطيبين الطهرين واللعن الدائم على أعدائكم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام الصادق عليه السلام من سره أن يستكمل الإيمان كله فليقل القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني المصدر كتاب الكافي الشريف للكليني الجزء الأول صفحة 391 برنامج سؤال وجواب شرعي الحلقة 19 بعنوان السفرة الكونية لما ولانا أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وآله اليوم موضوعنا موضوع جدا مهم هو سؤال جانا من أحد الأخوة عن رواية قاريها هو هذا الشخص في مكان أحب التوضيع عنها وبأن هذه الرواية صحيحة أو مصحيحة كذا يعني من هاي الأمور فالموضوع جدا مهم والموضوع عند البعض أو الأغلب رح يكون موضوع شوية أو كثيرا مفاجئ لهم يعني هسا بس تتكلم أنت عن أي إمام معصوم سلام الله عليه ببعض المعاجز رح يقول لك ها هذا غلو وهذا ما يجوز وهذه الأشياء بس للأنبياء بابا أنتم خلوا قانون بحياتكم بأن الإمامة أعلى رتبة من النبوة النبي صلى الله عليه وآله هو إمام الأئمة النبي إبراهيم الله سبحانه وتعالى أعطاه الخلة والنبوة والرسالة والإمامة ننطع بعدين إماما فالمقدمات للموضوع نقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل آخى بين وبين علي بن عبي طالب وزوجه ابنتي فوق سبع سماوات وأشهد على ذلك مقربي ملائكته وجعله لي وصيا وخليفة فعلي مني وأنا منه محبه محبي ومبغضه مبغضي وإن الملائكة لتتقرب إلى الله تعالى بمحبته المصدر تواب الأعمال للصدوق قال صلى الله عليه وآله يا علي أنا مدينة الحكمة وأنت بابها ولن تؤت المدينة إلا من قبل الباب وكذب من زعم إنه يحبني ويبغضك لأنك مني وأنا منك لحمك من لحمي ودمك من دمي وروحك من روحي وسريرتك سريرتي وعلانيتك علانيتي وأنت إمام أمتي وخليفتي عليها بعدي سعده أو سعد من عطاعك وشقي من عصاك أو شقي من عصاك وربح من تولاك وخسر من عاداك وفاز من لزمك وهلك من فارقك مثلك ومثل الأئمة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ومثلكم مثل النجوم كلما غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيامة المصدر تواب الأعمال هذه المقدمة عن الصلة الإلهية ما بين النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين سلام الله عليه على مد من تسمع الموضوع ما لليوم السفرة الكونية لأمير المؤمنين صلى الله عليه وآله لا تتفاجأ لا تقول غلو لا تقول شن السالف لا تقول آه عجيبة آه شلون هاي الأشياء صعبة أصدقها صدقتها أو لم أصدقتها مشكلتك هاي ليس مشكلتك أنا نجي للرواية روي عن سلمان المحمدي الفارسي يسمونه سلمان الفارسي رضوان الله عليه وآله قال كنا جلوسا مع أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وآله بمنزله لما بويع عمر بن الخطاب لعنهم الله تعالى كنت أنا والإمام الحسن عليه يا أمير المؤمنين شوف هنا الأسئلة ما بين الأئمة وإذا أكو جلوس ناس موجودة أو صحابة أو تابعين هنا من باب أن يبين للناس مو الإمام الحسن عليه السلام ما يعرف بأبو عند كرامات ومعاجز لا بس يبين للناس فقال له الإمام الحسن عليه السلام يا أمير المؤمنين إن سليمان بن داود عليهما السلام سأل ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه ذلك فهل ملكت ما ملك سليمان بن داود سؤال فقال أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وآله والذي فلق الحب وبرأ النسمة قسم قسم يقسم الإمام قسم إمام معصوم واجب الطاعة يقسم قسم إن سليمان بن داود سأل ربه تبارك وتعالى الملك فأعطاه وإن أباك ملك ما لم يملكه بعده جدك رسول الله صلى الله عليه وآله أحدا قبله ولا يملكه أحدا بعده أنا الله سبحانه وتعالى أن طعني ملك محد ملكه بس رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا من بعده فقال له الإمام الحسن صلوات الله تعالى عليه نريد أن ترينا مما فضلك الله عز وجل به من الكرامة رعوين كراماتك يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين صلى الله تعالى عليه أفعل إن شاء الله تعالى فقام أمير المؤمنين صلى الله تعالى عليه وتوضأ وصلى ركعتين ودع الله عز وجل بدعوات لم نفهمها هذا منه المتحدث سلمان مول إمام الحسن سلمان لم نفهمها تكلم بكلام ما فهمنا شنو اللي قاله ثم أومأ بيده أشر إلى جهة المغرب فما كان بأسرع من أن جاءت سحابه ووقفت على الدار وإلى جانبها سحابة أخرى وقفا بالباب اللي ما يصدق هاي مشكلته مو مشكلته فقال أمير المؤمنين صلى الله تعالى عليه يعني هنا توقف عندنا مسألة يعني أنتم ها السيدان سأل فلكم على السندر لو حذاءها ضاع أو جس ساحرة وكبرتها وزغرتها وقاتلها ب12 رجعين وهو الصدقون بس كرامة معجزة لأمير المؤمنين ما صدقون غلو هذا شنو هالغلو هذا لعنة الله على الظالمين فقام أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وآله فقال أيتها السحابة اهبطي بإذن الله فهبطت وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك خليفة الله ووصيه من شك فيك فقد هلك ومن تمسك بك سلك سبيل النجاة قال سلمان ثم انبسطت السحابة في الأرض حتى كأنها بصاق موضوع كأنها بصاق صارت فقام أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وآله فقال اجلسوا على الغمامة فجلسنا وأخذنا مواضعنا فأشار إلى السحابة الأخرى فهبطت وهي تقول كما قالت الأولى فجلس أمير المؤمنين عليه السلام عليها منفردا يعني سحابة أمير المؤمنين جلس عليها ببحده وسحابة صعدوا بيها الأصحاب والأيمن ثم تكلم بكلام وأشار إليها بالمسير نحو المغرب المغرب مو الدولة مغرب الشمس يعني وإذا بالريح قد دخلت تحت سحابتين فرفعتهما رفعا رفيقا فتأملت نحو أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وآله وإذ به على كرسي على كرسي والنور يصطع من وجهه فيكاد يخطف الأبصار هذا كل الراوي سلمان انتبهوا فقال له الإمام الحسن عليه السلام يا أمير المؤمنين إن سليمان بن داود كان مطاعا بخاتمه فبماذا أمير المؤمنين مطاع يعني سلمان كان الخاتم مالته هو سر القوة انت بمن فقال أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وآله أنا عين الله تعالى في أرضه أنا لسان الله تعالى الناطق في خلقه أنا نور الله تعالى الذي لا يطفأ أنا باب الله تعالى الذي يؤتى منه وحجته على عباده اللهم صل على محمد وآله محمد الطيبين الطاهرين والعن أعداءهم أجمعين ثم قال أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وآله أتحبون أن أريكم خاتم سليمان بن داود قلنا نعم فأدخل يده إلى جيبه فأخرج خاتما من ذهب فصه من ياقوت حمراء عليه مكتوب محمد وعلي قال سلمان فعجبنا من ذلك فقال أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وآله من أي شيء تعجبون وما العجب من مثلي أنا أريكم اليوم ما لا ترون أبدا شوف المعاجز يقول لك ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة فلا لعنة الله على الظالمين فقال الإمام الحسن صلوات الله تعالى عليه أريد أن تريني أجوج ومأجوج والسد الذي بيننا وبينهم فسارت السحابة فوق الريح فسمعنا لها دويا كدويا الرعد وعلت في الهواء وأمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وآله يقدمنا حتى انتهينا يعني هو قدامنا حتى انتهينا إلى جبل شامخ في العلو وإذا شجرة جافة قد تساقطت أوراقها وجفت أخصانها فقال الإمام الحسن صلوات الله تعالى عليه ما بال هذه الشجرة قد يبست فقال أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وآله له سلها فإنها تجيبك اسألها فقال الإمام الحسن عليه السلام أيتها الشجرة ما لك قد حدث بك ما نراه من الجفاف فلم تجبه ما جاوبته فقال أمير المؤمنين عليه السلام بحقي عليك إلا ما أجبتيه قال سلمان فوالله لقد سمعتها تقول هذه الشجرة لبيك لبيك يا وصي رسول الله وخليفته وخليفته ذكره في الصلاة يبطل الصلاة المراجع يقولون لا تنسون ثم قالت يا أبا محمد تنية الإمام الحسن عليه السلام إن أمير المؤمنين كان يجيئني هذه الشجرة جاية تتكلم كان يجيئني في كل ليل وقت السحر ويصلي عندي ركعتين ويكثر من التسبيح وقت السحر يعني قبل صلاة الصبح فإذا فرغ من دعائه جاءته غمامة بيضاء ينفح منها ريح المسك وعليها كرسي فيجلس عليه وتسير به وكنت أعيش ببركته فانقطع عني منذ أربعين يوما فهذا سبب ما تراه مني الشجرة تقول قبل أربعين يوم كان كل يوم يجيني الإمام وقت السحر يصلي يمريك ويدعي صال أربعين يوم ما جاني فأنا لذلك يبسط فقام أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وآله وصلى ركعتين ومسح بكفه الشريف عليها فاقدرت وعادت إلى حالها اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين والعناداءهم أجمعين ثم أمر الريح فسارت بنا وإذا نحن بملك يده في المغرب وأخرى بالمشرق ملك من الملائكة فلما نظر الملك إلى أمير المؤمنين قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أنك وصيه وخليفته حقا وصدقا الملك هذا يعني يشهد الأمير المؤمنين بالشهادة الثالثة المقدسة والمراجع يقولون ذكره في الصلاة يبطل الصلاة لا تنسونها فقلنا يا أمير المؤمنين من هذا الذي يده في المغرب والأخرى في المشرق فقال أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله هذا الملك الذي وكله الله عز وجل بالليل والنهار فلا يزول إلا يوم القيامة وإن الله تعالى جعل أمر الدنيا إلي وإن أعمال الخلائق تعرض في كل يوم علي ثم ترفع إليه تبارك وتعالى ثم سرنا حتى وقفنا على سد يأجوج ومأجوج فقال أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله للريح اهبطي بنا مما يلي هذا الجبل وأشار بيده إلى جبل شامخ في العلو وهو جبل القضر عليه السلام فنظرنا إلى السد وإذا ارتفاعه مد البصر كل شعال هذا السد وهو أسود كقطعة ليل دامس يخرج من أرجائه الدخان فقال أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله يا أبا محمد للإمام الحسن عليه السلام أنا صاحب هذا الأمر على هؤلاء العبيد قال سلمان فرأيت أصناما ثلاثة قول أحداها ماء وعشرون ذراعا والثاني طوله أحدا وسبعون والثالث مثله ولكن يفرش أحدهم أذنيه تحته ويلتحب بالأخرى ثم أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله أمر الريح فسار بنا إلى جبل قاف فانتهينا إليه وإذا هو من زمرد خضراء وعليها ملك على صورة النسر فلما نظر إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله قال الملك السلام عليك يا وصي رسول الله وخليفته أتأذن لي في الكلام فرد أمير المؤمنين عليه السلام وقال إن شئت فتكلم وإن شئت أخبرتك عما تسألني عنه فقال الملك بل تقول أنت يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله تريد أن أذن لك أن تزور الخضر عليه السلام قال الملك نعم قال أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله قد أذنت لك فأسرع الملك بعد أن قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم مشينا على الجبل هنيئة فإذا الملك قد عاد إلى مكانه بعد زيارة الخضر فقلت يا أمير المؤمنين رأيت الملك ما زار الخضر حتى أخذ الإذن سلمان ليسأل فقال أمير المؤمنين صلى الله عليه يا سلمان والذي رفع السماء بغير عمد لو إن أحدهم رام أن يزول من مكانه بقدر نفس واحد نفس واحد لما زال حتى آذن له وكذلك يصير الحال ولد الحسن بعد ثم الحسين بعده ثم تسعة من ولد الحسين تاسعهم قائمهم عجل الله تعالى فرجه الشريف فقلنا ما اسم الملك الموكل بقاف فقال أمير المؤمنين عليه السلام برجائيل اسمه برجائيل فقلنا يا أمير المؤمنين كيف تأتي كل ليلة إلى هذه المواضع وتعود فقال أمير المؤمنين عليه السلام كما أتيت بكم والذي فلق الحبه وبرأ النسمة أني لأملك من ملكوت السماوات والأرض ما لو علمتم ببعضه لم احتمله جنانكم أو جنانكم إن الإسم الأعظم على 72 حرفا وكان عند آصد برخية حرف واحد فتكلم به فخسف الله عز وجل الأرض ما بينه وبين عرش بلقيس حتى تناول السرير ثم عاد الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين وعندنا والله يقسم خسم الإمام وعندنا والله يعني آل محمد 72 حرفا وحرف واحد عند الله عز وجل استأثر الله به في علم الغيب أو علم الغيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عرفنا عرفنا من عرفنا وأنكرنا من أنكرنا عرفنا من عرفنا وأنكرنا من أنكرنا ثم قام أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وقمنا فإذا نحن بشاب في الجبل يصلي بين قبرين قلنا يا أمير المؤمنين من هذا الشاب فقال أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وآله صالح النبي وهذان القبران لأمه وأبيه وإنه يعبد الله تعالى بينهما فلما نظر إليه الشاب لم يملك نفسه حتى بكى وأومأ بيده إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وععادها إلى صدره وهو يبكي فوقف أمير المؤمنين عليه السلام عنده حتى فرغ من صلاته فقلنا له ما بكاؤك قال النبي صالح عليه السلام أن أمير المؤمنين كان يمر بي عند كل غدات فيجلس فتزداد عبادتي بنظري إليه فانقطع عني مدة عشرة أيام فأقلقني ذلك فعجبنا فقال أمير المؤمنين عليه السلام أتريدون أن أريكم سليمان بن داود قلنا نعم فقام ونحن معه حتى دخل بستانا ما رأينا أحسن منه وفيه من جميع الفواكه والأعناب تجري فيه الأنهار وتتجاوب الأطيار على الأسجار فلما رأته الأطيار أتت ترفرف حوله حتى توسطنا البستان وإذا سرير عليه شاب ملقى على ظهره واضع يده على صدره فأخرج أمير المؤمنين عليه السلام القاتم من جيبه وجعله في أصبع سليمان بن داود فنهض سليمان بن داود عليهما السلام قائما وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ووصي رسول الله رب العالمين أنت والله الصديق الأكبر والفاروق الأعظم قد أفلح من تمسك بك وقد خاب وخسر من تخلف عنك وإني سألت الله عز وجل بكم أهل البيت فأعطيت ذلك الملك قال سلمان سلمان المحمدي فلما سمعت كلام سليمان بن داود عليهما السلام لم أملك نفسي إن وقعت على أقدام أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله أقبلها وحمدت الله عز وجل على جزيل عطائه بهدايته إلي ولاية أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ففعل أصحابي كما فعلت ثم سألنا أمير المؤمنين عليه السلام ما وراء قاف هذا جبل قاف فقال أمير المؤمنين صلى الله عليه وراءه ما لا يصل إليكم علمه فقلنا أتعلم ذلك يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين عليه السلام ألمي بما وراءه كألمي بحال هذه الدنيا وما فيها وإني الحفيظ الشهيد عليها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك الأوصياء من ولدي بعدي ثم قال أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه إني لأعرف بطرق السماوات مني بطرق الأرض نحن الإسم المخزون المكنون نحن الأسماء الحسنى التي إذا سأل الله سئل الله عز وجل بها أجاب نحن الأسماء المكتوبة على العرش ولأجلنا خلق الله عز وجل السماوات والأرض والعرش والكرسي والجنة والنار ومنا تعلمت الملائكة التسبيح والتقديس والتوحيد والتهليل والتكبير ونحن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين ثم قال أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وآله أتريدون أن أريكم عجبا أو عجبا قلنا نعم هي حكي لها عجائب شترا ونبعد يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وآله غضوا أعينكم سدوهنا أعينكم ففعلنا ثم قال عليه السلام افتحوها ففتحناها فإذا نحن في مدينة ما رأينا أكبر منها فيها أسواق قائمة وفيها أناس ما رأينا أعظم من خلقهم على طول النخل كل واحد بطول النخل عمالقة فقلنا يا أمير المؤمنين من هؤلاء فقال عليه السلام بقية قوم عاد كفار لا يؤمنون بالله عز وجل أحببت أن أريكم إياهم وهذه المدينة وأهلها أريد أن أهلكهم وهم لا يشعرون فقلنا يا أمير المؤمنين أتهلكهم بغير حجة فقال أمير المؤمنين عليه السلام لا بل بحجة عليهم ثم دنى منهم وتراء إليهم فهموا أن يقتلوه فهموا أن يقتلوه ونحن نراهم وهم لا يرون ثم تباعد عنهم ودنى منا ومسح بيده على صدورنا وأبداننا وتكلم بكلمات لم نفهمها وعاد إليهم ثانية حتى صار بأزائهم وصعق فيهم صعقه قال سلمان فكأن الأرض قد انقلبت بنا والسماء قد سقطت علينا وظننا إن الصواعق قد خرجت من فيه من ثمه فأهلكوا ولم يبقى منهم في تلك الساعة أحدا فقلنا يا أمير المؤمنين ما صنع الله بهن فقال أمير المؤمنين عليه السلام هلكوا وصاروا كلهم إلى النار فقلنا هذا معجز ما رأينا ولا سمعنا بمثله أو معجز فقال أمير المؤمنين عليه السلام أتريدون أن أريكم أعجب من ذلك شنو الأعجب يا أمير المؤمنين فقلنا لا نطيق بأسرنا على احتمال شيء آخر ما نقدر بعد نجنينه فَعَلَى مَا لَا يَتَوَلَّاكَ وَيَؤْمِنْ لِفَضْلِكَ وَعَظِيمَ قَدْرِكَ عند الله تعالى لعنة الله ولعنة اللاعنين من الملائكة والخلق أجمعين إلى يوم الدين اللهم آمين ثم سألناه الرجوع بعد ما نقدر قلنا له هاي كافي خلص نحن تتخضن فقال أمير المؤمنين عليه السلام أفعل إن شاء الله ثم أشار إلى السحابتين فدنتا منا فقال أمير المؤمنين خذوا مواضعكم يلا كم من مكان فجلسنا على السحابة وجلس أمير المؤمنين عليه السلام على الأخرى وأمر الريح فحملتنا حتى صرنا في الجو ورأينا الأرض كالدرهم ثم حطتنا في دار أمير المؤمنين عليه السلام في أقل من طرفة عين وكان وصولنا إلى المدينة وقت الظهر والمؤذن يؤذن وكان خروجنا منها وقت ارتفاع الشمس الصبح فقلنا يا لله العجب كنا في جبل قاف مسيرة خمس سنين وعدنا في خمس ساعات من النهار فقال أمير المؤمنين عليه السلام لو إني أردت أن أخرق الدنيا بأسرها والسماوات السب وأرجع في أقل من طرفة عين لفعلت لما عندي من اسم الله الأعظم قلنا يا أمير المؤمنين وأنت والله الآية العظمى والمعجز الباهر بعد أخيك وابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم صلي على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المصادر كتاب المحتضر الزدين أبو محمد الحسن بن سليمان بن محمد الحلي وكتاب مدينة المعاجز للبحراني وكتاب البرهان في تفسير القرآن للبحراني يعني هس هذا الكلام طلع أمير المؤمنين آية الله العظمى مو المراجع جزاكم الله خيرا على الاستماع وإن شاء الله نلتقي بكم في رواية جديدة ومعجزة من معاجز محمد وآل محمد طيبين الطاهرين نسألكم الدعاء والزيارة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته